اشتركوا في القناة لبطولة شركة المرأة الأولى بتقطية وتنظيم الشبكة أيضاً اليوم الثالث للبطولة كانت المباراة جمعت بين فريق اليوفي وفريق النجوم وانتهت بفوز سريق اليوفي بهدف دون مقابل ومعي في هذه اللحظات المدرب فريق اليوفي الكابتن يحيى الزهراني كابتن يحيى الرحب فيك عبر شبكة الفارس العالمي أولاً بسم الله الرحمن الرحيم أرحب فيكم وأحييكم وأحيي على التنظيم الرائع الذي وجدناه في البطولة حد الآن إن شاء الله للأمام الذي يتكلم عنه يقول هاردل كول شيء لفريق المنافس ومبروك لنا الفريقين صراحة الجو مساعدهم منهم يؤدون مباراة حلوة يعني لكن الحمد لله على الفوز وإن شاء الله نوعد الجمهور والأخوان القائمين على البطولة مستويات أحسن إن شاء الله في البطولة إن شاء الله بإذن الله كابتن يحيى هل واجهته الصعوبة من فريق النجوم؟ والله وجهنا آخر الجزء الثاني من الشطة الثاني يعني آخر ربع ساعة تقريبا اللعب صار كلها على ملعبنا تخبر ضغط يعني فاهز ومتراجع الفريق وصار اللعب كلها فولات يعني في نص الملعب فما ساعدنا أن نلعب يعني كويسا من الفريق الثاني ما شاء الله عليه ومضغطوا لكن الحمد لله على كل حال نحن لاحظنا أنكم كنتوا متحفظين في بداية المباراة ورأينا هذا الضغط كبير لفريق النجوم نلعبنا لأن الهواء اللعب ضدنا فمستحيل أن نفتح الملعب لفريق المنافس لما فتحنا الملعب الهواء ضدك ستكون اللعب كله على فان حافظنا نحاول تكتيك لأن أهم شيء ما يلجب مرمانة هدف وشطفان نحاول نعد والحمد لله هذا اللي صار يعني حافظنا على مرمانة الشطة الأول وشطفان قدرنا نجيب بداية هدف أعطيك العافية كابتن يحيا وتشرفنا لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس العالمي يطول عمرك إن شاء الله ولا لقاءة أخرى إن شاء الله بإذن الله أعطيك العافية اشتركوا في القناة